السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حببنا وقصوتنا وكضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة النهاردة حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن نهاية العالم نهاية الكون قلنا في الحلقة الماضية بقية علامات الساعة الكبرى فذكرنا آخر علامة النار التي تخرج من قعرة عدن يعني يبدأ خروجها من هذا المكان ثم تنتشر في المشرق ثم تأخذ الناس إلى المغرب حتى ما توصلهم إلى مكان الذي يكون من خلاله حشر الخلائق بعد ذلك إيه اللي يحصل في اللحظة دي في اللحظة دي الدنيا خلاص انتهت وما بقي إلا النفخ في السور في اللحظة دي تربنا هيأمر الملك الموكل بالنفخ في السور بأنه ينفخ في السور الملك ده اسمه إيه؟ اسمه إسرافيل ملك مخصوص موكل بالنفخ في السور اسمه إسرافيل فيمسك أو فيمسك إسرافيل بالبوق وينفخ نفخة عظيمة شديدة يسبعها كل من يعيش على وجه الأرض اسمها نفخة الفزع تمتلئ القلوب فزعا وخوفا وشفقة القلوب خايفة رعب شديد جدا جدا يدخل القلوب تخيل حضرتك نفخة ملك نفخة ملك توصل من فوق سبع سماوات وتوصل الرعب لأهل الأرض اللي عايشين في ذلك الوقت وده ملك يعني عبد من عباد الله فكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى اللي بنبرز والمعاصي ليل ونهار اللي لحد الآن فيه ناس لسه مش عايزة تتوب وترجع له اللي لحد الآن فيه ناس رفضة تسجد له اللي لحد الآن فيه بنات لسه رفضين يلبسوا الحجاب ابتغاء مرضات الله اللي لحد الآن فيه ناس بتعق الأباء والأمهات وما بيردوش ربنا سبحانه وتعالى عبد ملك من ملائكة الرحمن اسمه أسرافيل ينفخ نفخة الفزع قال جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض الله ده مش هيفزع بس الناس اللي في الأرض لا ده كل من في السماوات من الملائكة سيفزعون لتلك النفخة مع أن الملائكة مفيش عليهم لا حساب ولا عقب ده يؤدل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إزاي يفزعوا بيفزعوا خوفا من الله وشفقة من الله سبحانه وتعالى ارجعوا بالذاكرة لما كان الناب في رحلة الإسراء والمعراج فرأى جبريل كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى ونظر إلى ميكائيل فوجده يبكي فسأل جبريل لماذا يبكي ميكائيل قال يا رسول الله إنه لم يفتر عن البكاء منذ أن خلق الله عز وجل نار الجهنم رغم أن ميكائيل ملك مقرب وكريم ولا يمكن يعذب أبدا ومع ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى فنفخ في السور ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات يوم من في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين إلا من شاء الله اللي استثناء ده مين الله أعلم بعضهم يقول اللي استثناء دوت يشمل ملك الموت وبعضهم يقول لك حملة العرش وبعضهم يقول لك الملائكة المقربين وبعضهم يقول لك الشهداء وبعضهم يقول لك الأنبياء الله أعلم إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين تمتلئ القلوب رعب وفزع وخوف وترقب ما بيسمعوش حاجة في الكون إلا النفخة الصعبة ديت ثم بعدها مباشرة نفخة أصعب منها هيكون فيها موت جميع الخلائق في الأرض وفي السماء خب بالك وإلا من شاء الله ديت هنقدر نفهمها في الكلام اللي جيدة خب بالك بقى قال جل وعلا ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هم نفختين ولا ثلاثة أصد هنا بيقول ونفخ في السور فصعق دي نفخة الصعق اللي هي غير نفخة الفزع فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم وذو ثم دي تفيد التعقيم مع تراخي ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون اختلف العلماء بعض أهل العلم قالوا نفخة الفزع والصعق هي نفخة واحدة فتبقى نفخة الفزع من أولها فتطول فيمتلق القلوب رعبا وخوفا وفزعا وخشة من الله سبحانه وتعالى ثم تطول النفخ إلى أن يكون الصعق يعني تبدأ بالفزع وآخر نفخ الصعق والعلماء اللي قسموها الثلاث قالوا لأ بل ثلاث نفخات نفخة الأولى اللي وردت في السورة الأولى في الآية الأولى ونفخة يوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية التانية بتقول حاجة تانية بتقول ونفخة في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض تخب بالك إلا من شاء الله ثم نفخة فيها أخرى فقسموها لثلاث نفخات نفخة فزع الأولوبة مالة رعب بعدها بالشوية والناس قاعدة مترقبة نفخة الصعق الدنيا كلها ماتت الملائكة الإنس الجن الطير الوحش كل حاجة ماتت إلا من شاء الله هتعرفوه من دلوقتي خب بالك بقى النفخة ديت مدمرة نفخة الصعق نفخة كل الخلق هتموت حتى إن الإنسان مش هيلحق يكتب وصيته للي موجودين اللي هم ممكن يتأخروا في الموت عنه مثلا دقيقة دقيقتين نصف ساعة ربع ساعة قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هي القيامة إمتى لو كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فبعد نفخة الفزع نفخة الصعق الكل مات إلا من شاء الله بعضهم استدل برواية طويلة فيها ضعف ودلل الأمانة العلمية إن المولى عز وجل بعدما يموت الإنس والجن والملائكة والطير والوحش يقف بين يدي الحق سبحانه وتعالى ملك الموت فيسأله جل وعلا من بقي يا ملك الموت اللي هم دولت إلا من شاء الله يقول بقي جبرائيل اللي هو جبريل وميكائيل وحملة العرش وإسرافيل وحملة العرش وعبدك الماثل بين يديك اللي هو ملك الموت وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت فيقول جل وعلا بلام العظمة ليمت جبرائيل جبريل الذي يملأ ما بين السماء إلى الأرض وما بين المشرق إلى المغرب وله ستمائة جناح قال بقرى قوملت كلها بجناح واحد جبريل أمين الوحي أمير السماء وأمير الملائكة أجل يموت جبريل ليمت ميكائيل يموت ميكائيل ليمت إسرافيل الذي ينفق في سور يموت إسرافيل ليمت حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية التمانية كلهم يموتوا يقبض أرواحهم ملك الموت مع إن الواحد فيهم كما ذكرنا قبل ذلك لجلاه في الأرض السفلة وعلى قرنه عرش الرحمن يعني جسم واصم من سابع أرض الحد بعد سابع سماء الله أكبر عباد لله سبحانه وتعالى ثم يقف ملك الموت بين يدي الحق سبحانه وتعالى ويسأله جل وعلا هو أعلم من بقي يا ملك الموت فيقول بقي عبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت فيقول جل وعلا وأنت خلق من خلقي أنت عبدي من عبادي وخلقت لما ترى فمت يا ملك الموت يموت ملك الموت اللي قبض أرواح الكون دا كله فلا يبقى إلا الملك الكون كل وحشة سكون عجيب هدوء غريب الإنس ماته الجن ماته الملائكة ماته الطير الوحش كل الكون سكون ما فيش فيه إلا الله فاطر السماوات والأرض فيمسك السماوات بيميني ويقول جل وعلا أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يأخذ الأرض بشماله ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري يا الله فلا أحد يتكلم ولا أحد يجيب لأنه لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى قال النبي كما عند مسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون سبحان الملك رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم كل يوم لله الواحد القهار لا أحد يسمع ولا أحد يتكلم ولا أحد يجيب لأنه لا أحد في الكون إلا الله تعالوا نكمل بعد الاستراحة ديات بعد الفاصل القصير صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل مع بعض نهاية العالم سبحان الملك لكون دا كله أصبح فضاء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار بعدها مباشرة أول واحد ربنا يخلقه مرة تانية هو إسرافيل الذي ينفخ في الأرواح كان فيه نفخة فزع وبعد النفخة سعق الكل مات وبعدين نفخة بعث إيه اللي هيحصل؟ مين اللي ينفخ نفخة البعث؟ إسرافيل فكان لازم يحيى إسرافيل فالله عز وجل يحيى إسرافيل لينفخ في الصور نفخة البعث بعد الدين بين نفخة الصعق لما الناس ماتت والكون دا كله مات وبين نفخة البعث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بينهما أربعون سألوا أبا هوريلي اللي هو وراء الحديث أربعون يوما قال أبيت أربعون شهرا قال أبيت أربعون سنة قال أبيت ما سألتش النبي هو كل الألهولي نمه أربعين أربعين ما بين نفخة الصعق وما بين نفخة البعث لكن أربعين قد إيه أربعين يوم أربعين شهر أربعين سنة الله أعلم في علم الله سبحانه وتعالى فيأمر الله عز وجل بأن ينفخ في الصور نفخة البعث بس في حاجة مهم أهو يا جماعة هتحصل قبل النفخ في الصور لنفخة البعث إيه اللي هيحصل إحنا كلنا موجودين في قبورنا في اللحظة دي كل الأجساد فانية إلا أجساد الأنبياء كل الأجساد أصبحت فانية لم يبقى من جسدي وجسدك وجسدك لم يبقى من أجسادنا جميعا إلا حتة عضمة صغيرة كده في آخر العمود الفقري اسمها عجب الذنب حتة صغيرة كده لو جبت أدوم حاولت يتغسرها ما تكسرش لو حطتها في بركان ما تسحش ما تتأثرش أبدا وهي اللي بتحمل الجينات الوراثية كلها للإنسان دوات فيرسل الله عز وجل مطرا ينزل من تحت العرش تأمل الكون سكون كله ميت فيش حد صاحي والحد الآن لسه المولى عز وجل لم يحيي إصرفيل يأمر المطر فينزل من تحت العرش ينزل المطر ده المطر ده ليه خاصية سميك وبعدين لما ينزل يخترق الأرض وينزل القبور وينزل يخش على عظمة عجب الذنب أول ما يلمسها نقطة مطر يبدأ الجسد ينم مرة تانيا يبدأ الهيكل العظم يتكون ثم يكسب اللحم ثم بالعصب ثم بالجلد ثم بالشعر ثم تأتي البصمات في الأصابع ثم تأتي الملامح ويكتمل الإنسان ولكن يصبح جسدا بلا روح الله أكبر أصبحت الخطوة دلوقتي كلنا دلوقتي في قبرنا أجساد كاملة أيحسبه الإنسان ألا نجمع عظامة بلا قادرين على أنه سوي بنانة هرجعلك بصمات صوابعك زي ما هي أعجاز من الحق سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير أصبحنا الآن في قبرنا أجساد بلا روح فيحيي الله إصرافيل ويعطيه كل الأرواح الأرواح فين كات محطوطة في مستودعات علوية في السماء دي أرواح الناس الطيبين اللي بيعبدوا ربنا اللي زي حالتكوا إن شاء الله الناس اللي أمنوا بربنا الناس اللي اتبعوا النبي أرواحهم فيه عليين والأرواح التانية فيه مستودعات في الأرض السفلة في سجين دي أرواح الكفار والمنافقين فيجمع المولى عز وجل الأرواح اللي في المستودع العلوي والسفلي وتوضع في البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل البوق ده سعة بسعة السماوات والأرض ثم يأمر الله إسرافيل أنفخ في السور يا إسرافيل حيث تتأمل معي المشهد ده إسرافيل هينفخ فتتناثر الأرواح أرواح مين؟ أرواح الإنس والجن والملائكة والطير والوحش أرواح كل الكائنات فإذا بالحق مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى اللي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الأرواح بتتناثر بين السماء والأرض منظر عجب جدا ما بين السماء والأرض كلها ملينا أرواح 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 وإذا بالحق جل وعلا يقسم ويقول وعزتي وجلالي ليرجعنا كل روح إلى جسدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل روح ينزل في الجسد مفيش روح تغلط وتنزل في جسد تاني لا كل روح تنزل في الجسد بتاعه دا عدد الناس وعدد المخلوقات دا مليارات المليارات المليارات ملايين وألف الملايين من المليارات ويرجع كل روح ينزل في الجسد بتاعه أول ما ينزل الروح في الجسد وإذا بالمنادي ينادي أن قوموا لرب العالمين فتسمع الأجساد وتجيب وتنشق الأرض ونخرج جميعا من القبور الله تأمل معي المشهد العجيب دا القبور في الأرض عمالة بتتشأ تتشأ والناس عمالة تطلع زي الزرع شديه والله أنبتكم من الأرض نباتة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم منها إخراجة خب بالك الأرض ايه والناس عمالة تطلع زي الزرع تطلع 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 وعملين يطلعوا في الكبور من الكبور وعملين بيتجمعوا 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 بعد رقاد آلاف السنين في ظلمة الكبور الكل طالع ينفض الطراب من على جسمه وكله عنيه على حاجة واحدة بس ملك كريم ربنا أوجدوا في هذا المكان علشان يدعوا الناس إلى مكان أرض المحشر حيث نجتمع للحساب والوقوف بين يدي الكريم التواب سبحانه وتعالى قال جل وعلا يومئذ يتبعون الداعي لاعي وجلة وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما أيتها العظام البالية أيتها الأجساد العارية أيها الناس لقد حان وقت الوقوف بين يدي الحق سبحانه وتعالى الداعي واقف والدنيا كلها طلعت من الكبور والكون كله يتحرك إلى أرض المحشر لكن في مشهد عجيب لازم نقف معاه تعالى نشوف منظر الناس ويطلع من كبرها أشكالها إيه؟ في واحد طالع عمال وهو طالع من القبر يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك خبالك طالعين من القبر حفاة عراة غرلا غير مختونين يحشل الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا وأعطش ما كانوا طالعين من كبرنا واحد عمال قدام الناس كله ويحطلع من الكبور بتبص لقيت اللي جانبك بيقول لبيك اللهم لبيك مين ده جماعة؟ قالوا ده واحد مات هو بيحج يبعث ملبين يوم القيامة واحد تاني عنق طويلة جدا أكتر من الناس مين ده؟ ده كان مؤذن المؤذنون أطور من الناس أعناقا يوم القيامة واحد ما شاء الله وشه نوره منور المكان كله وشه منور مين ده؟ ده كان بيحافظ على الصلاوات صلاة الفجر والإعشاء في الظلم بشر المشاقين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وفي المقابل واحد طالع من قبره واحد ماسك راسه وناصيته بيشدوا الأرض المحشر مين ده؟ ده واحد أتى الواحد فالمقتول ماسك بناصية القاتل فلما نشوفه نعرف إنه ده قتل ده هللاقي مشه التاني واحد طالع كأنه مصروع عنده حالة صرع مين ده؟ ده اللي كان بيأكل ربا في الدنيا الذين يأكلون ربا لا يكمون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس واحد ثالث طالع ومن ثمه طالع نار مين ده؟ ده اللي كان بيأكل أموال اليتامة واحد رابع طالع في صورة الرجل لكن في حجم النمل الصغير في حجم الضر المولى عز النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الرجل ده ده كان إنسان متكبر في الدنيا يوم القيامة يحشى المتكبرون على صور رجالك على صور على حجم الضر يوم القيامة يطأهم الناس بأقدامين واحد واحد خامس طالع وماشي وشقه مائل كأنه عنده شلل مين ده؟ كان متجوز اتنين وما بيعدلش ما بينهم فظلم في النهاية هتتنوه أحوال الناس وما طالعين من قبورهم والكل الآن متجه إلى أرض المحشر أرض المحشر شكلها إيه؟ وإيه اللي يحصل في أرض المحشر؟ ده اللي هنعرفه مفاجأة في الحلقة اللي جاية سبحانك الله أم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر